حصة إقليم كردستان داخل موازنة السنوات الثلاث أو ما بات يعرف بالموازنة الثلاثية تحدث أزمة بين بغداد وأربيل بعد إعلان الحكومة الاتحادية أنها أوفت بجميع التزاماتها مع الإقليم متهمة أربيل بعدم تزديد ما بذمتها من واردات نفطية متفق عليها مسبقا وهو ما قد يعرقل التفاهمات الحاصلة مؤخرا بخصوص إقرار قانون النفط والغاز قانون النفط والغاز معروض كمسودة قانون أمام مجلس النواب منذ أكثر من دورة لحد الآن لم تتفق الكتل السياسية على تمريرها الحقيقة هو أحد من الأسباب الرئيسية التي حدثت والتي تحدث باستمرار بين حكومة المركز والإقليم هو موضوع النفط والغاز وإيرادات النفط المستحقة للحكومة المركزية لكن الأزمة المالية بين الجانبين لها جذور أكثر عمقا خصوصا بعد اتفاق عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ممارسة النشاط السياسي داخل كاركوكا انطلاقا من المقر العام للجيش العراقي في المحافظة وهو الاتفاق الذي رفضه سكان كاركوكا وجمدته لاحقا المحكمة الاتحادية حفاظا على استقرار المحافظة قضية كاركوك قضية شائكة ومعقدة وليست وليدة اليوم ووليدة الحاضر وإنما هي تضرب في عماقها في النموذج السياسي العراقي سواء قبل 2003 وبعد 2003 وهذه المشكلة الأزلية أخذت الطابعا دوليا بعد 2003 في حقيقة الأمر يوما بعد يوم الأمور تتعقد بالنسبة للعلاقة ما بين المطالبين في ضم كاركوك وهم الأكثر جانب هو الجانب الديمقراطي الكردستاني الذي يريد أن يعتبرها هي قص الأغداس بالنسبة له وهذه المزايدات السياسية قد انعكست على الحالة الأمنية للمواطنين وعدم ارتياح بقية المكونات للطيف الشكاني لكاركوك وبحسب متابعين فإن العلاقة بين بغداد وأربيل لن تستقر مطلقا ما لم تترجم الاتفاقات الشفهية بينهما مع كل حكومة اتحادية تتشكل إلى قانون مصادق عليه ومشرع بشكل قانوني داخل البرلمان الاتحادي حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد